مرحبا أنا دكتور عمز العاطري معاكم اليوم من موقع عرب تربي الموضوع اللي نحكي عنه اليوم هو ما هو العلاج النفسي صدقا العلاج النفسي هو مش شيء واحد هو عدة شغلات بتصير عشان الواحد يوصل للعلاج أو الشفاء اللي هو عم بيدور عليه جزء منه هو عضوي جزء منه هو نفسي وجزء منه هو اجتماعي فلذلك العلاج النفسي هو علاج فريقي فإذا نحكي عن العلاج العضوي جزء منه رح يكون التغذية وانت تستغرب انه ممكن تغذية لها عامل كبير بصحتك وراحتك النفسية الجزئية الثانية هي الرياضة والرياضة لا تعني انه أنا أكون شارك بنادي هي تعني انه أنا أكون أتحرك وانا عارف اني أنا اللي بتحكم بجسمي أنا اللي بقوده وهي تعطيك نوع من أنواع السيطرة أو الإحساس بالسيطرة لانه إذا أنا بقدر أسيطر على جسمي إذا أنا ممكن أسيطر على أي شيء ثاني بحياتي والجزئية الثالثة اللي هي أنا كطبيب ممكن أدخل فيها اللي هي جزئية الدوائية أما بالنسبة للعلاج النفسي، العلاج النفسي له عدة أنواع وتشعبات كثير معظمها تتمركز حوالي فكرة أنه أنا أساعد البني آدم أنه ينظر للإشي الذي طول عمره ينظره بطريقة سلبية أو طريقة مفروضة عليه بشيء هو يا أما ممكن يسيطر عليه ويغيره أو أما هو شيء واقع بالحياة ولذلك أنا ما بقدر أني أنا أغيره ولكن بقدر أغير كيف تأثيره علي وعدة أنواع أخرى من العلاج النفسي العلاج الاجتماعي هو يأتي أكثر على أنه يساعدك على كيف أنت تتعامل مع المجتمع كيف أنت تواجه المجتمع بالشغلات التي أنت تخاف منها وكيف أنت تعرف أنه هل المجتمع عن جد بطريقة هاي؟ هل الأشي الذي أنا أفكره هو هيك؟ هو صدقا هيك؟ أنه إحنا كثيرا أحيانا نخلق لنفسنا مخاوف زي الغولة التي تحت السرير يكون متخبي لك أنت فقط لما تنظر له وتواجهه أنت تعرف أنه ما في شيء ما هي خيالك وخيالك قوي جدا 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 لأنه خليك تشعر بأعراض نفسية عديدة فلذلك العلاج النفسي عمر ما بتمركز حولين شخص ولا عيادة ولا مستشفى ولا نادي رياضي هو عمل فريق كامل متكامل يشتغل على كل هاي المحاور عشان يوسطك للراحة اللي أنت عم تبحث عنها ترجمة نانسي قنقر